بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والصحب أجمعين اللهم إننا نسألك علما نافع وعملا صالحا متقبل مشاهدي الكرام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات لباب الإعراض ما زلنا في العلامة السابعة من علامات الاسم التي ذكرها لسفرايني وهي الجمع ذكرنا الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم تحدثنا عن كيفية الجمع ننتقل الآن إلى حديث الاسفرايني عن كيفية الجمع ما كان على وزن فعله قال الاسفرايني وعين فعله هو يقصد ما كان على المضموم الفائي أو مفتوح الفائي أو مكسور الفائي وعين فعله صحيحة تفتح أو تحرك بحركة الفائي إذا كانت اسما ويجوز التسكين في غير المفتوحة الفائي وإلا فهي مبقاة على السكون ما كان على وزن فعله أو فعله بيّن حكمها الاسفرايني في هذه الكلمات المعدودات قال إذا كانت صحيحة مثلا إذا كانت عين فعلة صحيحة وهي اسم إذا كانت اسما وكان عينها صحيحا فإن مثلا كلمة حلقة أو مضمومة مثل غرفة وظلمة أو مكسورا مثل سدرة في هذه الأحوال في الأحوال الثلاثة يجوز الفتح عند جمع المؤنث السالم فنقول حلقات وغرفات وصدارات بالفتح ويجوز أن تحرك بحركة الفاء حلقة ما تختلف ستبقى حلقات غرفة تصير غرفات سدرة سدرات ويجوز التسكين فيما عدل مفتوحة يعني في غرفة يجوز أن نقول غرفات وفي سدرة سدرات أما حلقة فينبغي في الجمع أن نقول حلقات هذا فيما يتعلق بالصحيح العين لكن إذا كان معتل معتل العين فإنها تبقى على السكون يقول وإلا فهي مبقاة على السكون ثم ذكر أن أن ما وقع في لغة هذيل مثل قوله أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح فالبيضات هنا فتحت العين مع أنها معتلة مع أنها حرف علة هذا خاص بلغة هذيل في لغة عامة العرب يقولون بيضات في جمع بيضة ولا يقولون بيضات والمحذوف العجز قد يرد وقد لا يرد يعني قد يرد المحذوف وقد لا يرد فالذي يرد مثل سنوات رد المحذوف وهو الوا والذي لم يرد مثل ثبات جمع ثبا وقد ذكرنا بأن المحذوف منها الوا في الغالب ومنهم من قال المحذوف هو الياء أما الصفات فدائما تكون بالسكون يعني ما عدا الاسم الجمع بالنسبة للصفات يكون بالسكون إذن فعل نأتي بأنثلة مثل ما ذكرنا بالنسبة لحلقة هذا حلقة هذه على وزن فعلة جمعها حلقات حلقات ولا يجوز حلقات لا يجوز حلقات بالسكون حلقات حلقات مفردها حلقة وليست حلقة المفرد حلقة وجمعها حلقات ولا يجوز في الجمع أن نقول حلقات غرفة أو ظلمة يجوز في جمعها الفتح يجوز أن نقول الظلمات ويجوز إتباع العين للفاء فنقول ظلمات ويجوز السكون فنقول ظلمات الصدرة يجوز الفتح الصدرات ويجوز الإتباع الصدرات بالكسر بكسرتين الصدرات ويجوز السكون الصدرات بالنسبة للمعتل العين بيضة بيضة بيضات هذا بالسكون ثورة ثورات بالسكون إلا في لغة هذيل وردت بيضات هذه خاص بلغة هذيل الصفة هذه بالنسبة للأسماء هذه كلها عن الأسماء الصفات دائما تبقى على السكون مثل ضخمة هذه صفة نقول ضخمات فقط بالسكون صفرة أو صلبة مثلا بالضم صلبة صلبات بالسكون الصفرة الصفر يعني خالي صفرة نقول صفرات بالسكون أيضا الصفات دائما بالسكون بسكون العين الصفات تكون تكون جمعها بسكون العين بهذا نكون انتهينا من جمع المؤنث السالم وإلى اللقاء بكم للانتقال إلى النوع الآخر من الجمع وهو جمع التكسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر